أكد وزير البترول طارق الملة أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا وأوضح الملة أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من الدول بما فيها مصر الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية جاء ذلك خلال اجتماع الملة مع رئيس هيئة البترول ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية والقابضة للبترول كيمويات لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية